لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب افتخر بالنسب لا كأن تخرج من دنيا الورى بالحسن بالعلم بالأدرين عدم السبي عشت حياة العلماء إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد ما زلنا بحمد الله تعالى نستكمل ما ابتدأناه من شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث في اللقاء الماضي تكلمنا عن بعض أنواع علوم الحديث واليوم سنحاول جاهدين بإذن الله تعالى أن نأتي على ما تبقى من هذه المنظومة المباركة النوع الأول الذي سنتناوله الليلة هو ما يسمى بالحديث المدبج أو الرواية التي وقع فيها التدبيج لأن التدبيج هو وصف للراوي أكثر منه وصفا للرواية يقول الناظم وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينٍ عَنْ أَخِهِ مُدَبَّجٌ فَاعْرِفْهُ حَقًّا وَانْتَخِهِ فَاعْرِفْهُ حَقًّا وَانْتَخِهِ إِنْتَخِهِ أي اقصده وإسعى إليه وقوله أخيه هذه لغة في أخيه عندنا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى برواية الأقران علماء الحديث رحمه الله تعالى عالجوا كل جوانب الرواية سواء منها ما كان متعلقا بالراوي أو كان متعلقا بالرواية ذاتها فما كان منها متعلقا بالرواية تكلمنا أن من ذلك ما يسمى عندهم بعلم الجرح والتعديل لكن هناك أنواع أخرى من أنواع علوم الحديث تتعلق بالرواة من حيث التعيين من حيث التعيين لأنك إذا لم تستطع أن تعين من في الإسناد وأن تعرف من هذا الشخص من هذا المذكور في الإسناد فأن لك أن تعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات واضح؟ فهناك بعض أنواع التي تتعلق بالرواة من حيث التعيين منها ما يسمى برواية الأقران رواية الأقران من هم الأقران؟ الأقران جماعة من الرواة اشتركوا في وصفين الوصف الأول التقارب في السن يعني عاشوا في زمن واحد في عصر واحد أسنانهم قريبة بعضها من بعض الوصف الثاني الاشتراك في الأخذ عن الشيوخ يعني هؤلاء الأقران أي هؤلاء الطلبة أو هؤلاء الرواة الذين هم مشتركون أو متقاربون في السن هم أيضا اشتركوا في سماع الحديث من شيوخ معينين إذن لابد أن يقع التقارب في السن ولابد أيضا أن يقع إيه الاشتراك في السماع من الشيوخ أما إذا سمع هذا من شيخ وهذا من شيخ وهذا من شيخ ولم يشتركوا في أخذ العلم عن شيوخ معينين فلا يسمون من هذه الحيثية بأقران القرين لابد أن يكون مشتركا مع قرينه في الأخذ عن شيوخ المعروفين واضح فنقول هؤلاء الأقران طبيعي جدا أن الروي الروي إذا مروا الرواية يروي عن من هو متقدم عليه في الطبقة فالصحابة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يروون عن الصحابة وتابعوا التابعين يروون عن التابعين هذا أمر هو واضح لكن من غير المشهور وغير المعروف بكثرة في استعمال العلماء وفي الروايات أن تجد راوي يروي عن قرين له يروي عن يعني تجد الصحابي يروي عن صحابي تابعي يروي عن تابعي هذا قليل في الموجود لكنه موجود ولكنه ولذلك نتج عن ذلك علم يسمى عند العلماء بعلم رواية الأقرار أن يروي الراوي لا عن عمن هو متقدم عليه في الطبقة بل عن قرين له أي مطابق له أو مساوي له أو مقارب له في الزمان وفي الأخذ عن الشيوخ لماذا العلماء اهتموا بهذا الجادم من العلم حتى لا تتوهم أن تتنظر إلى سلد من هذه الأسانيد أن هناك خطأ في الرواية لأن الغالب أن الراوي يروي عن من هو متقدم عليه فإذا بك تجد أن روايا يروي عن مقارب له أو قرين له أو معاصر له واضح فلأجل هذا اهتم العلماء ببيان هذا حتى لا تتوهم أن هناك خطأ في الإسناد أو أن راويا ذكر مكان راويا أو أن بعض الرواة غير اللفظ بدلا من أن يقول فلان عن فلان أو بدلا من أن يقول فلان وفلان عن فلان إذا به يقول فلان عن فلان فتتوهم أن هناك أخطاء من أي صفة من الأوصاف أو من أي شكل من أشكال الأخطاء فإذا وجدت قارينا يروي عن قارين فلا تبادر إلى الحكم بخطأ تلك الرواية أو تتوهم ذلك بل هذا موجود فلابد من معرفة الأقران ورواية الأقران وترجع إلى الكتب المتخصصة في هذا الجانب لتبين لك ما وقع في تلك الرواية التي وقعت الخطأ يعني مثلا حديث الأعمال بالنيات نحن عرف حفظنا إسناده الحمد لله هذا فيه رواية الأقران لأنه من رواية يحيى بن سعيد الأنصار وهذا تابعي عن محمد بن إبراهيم التيمي وهذا تابعي عن علقام بن وقاص الليثي وهذا تابعي عن أمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا صحابي إذن هذا الإسناد اجتمل على ثلاثة من التابعين كل منهم يروي عن الآخر إذن وقعت رواية الأقران أم لا وجدنا القرين يروي عن قريني وجدت التابعي يروي عن التابعي واضح فهذا هو ما يسمى عند العلماء برواية الأقران رواية الأقران هناك منها صورة خاصة جدا هي داخل في رواية الأقران ولكنها تتصف بوصف آخر يجعلها أكثر خصوصية من مطلق رواية الأقران وذلك فيما إذا وجدنا الراو يروي عن قريني فده يدخل باب رواية ثم وجدنا قرينه يروي عنه أيضا فكل منهما يروي عن الآخر يعني ممكن نجد مثلا صحابي يروي عن صحابي تابعي يروي عن تابعي لكن تجد أن كل من التابعيين يروي عن الآخر كل من الصحابيين يروي عن الآخر ده إذا وقع في الروايات بنسميه مدبج نسميه مدبج وده قصده الناظم بقوله وما روى كل قرين عن أخيه مدبج زي إيه زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله عنه ووجدت في الروايات رواية أبي بكر الصديق عن عمر وعمر روى أيضا عن أبي بكر الصديق يبقى هنا نوع من أنواع المدبج محمد يحي بن سعيد الأنصاري اللي هو روى حديث العمال بالنيات روى عن الزهري محمد مش حيب الزهري والزهري أيضا روى عن يحي بن سعيد الأنصاري فاهم الكلام وجدنا رواية البخاري عن الترمزي ومعروف أن الترمزي يكثر الرواية عن البخاري فكل منهما روى عن الآخر فوقع التدبيج فالمدبج هو أن يروي كل من القرينين عن قرينه فإذا وقعت رواية القرين عن قرينه فقط تسمى رواية الأقران أما إذا وقع بالضرورة الآخر يروي عن الأول فيدخل ذلك في اسم المدبج إذن المدبج صورة من صور رواية الأقران ولكنها تختص بأن كل من القرينين روى عن الآخر يأتي أيضا إلى نوع آخر متعلق أيضا بتعيين الرواه يقول متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق ده علم آخر يسمى علم المتفق والمفترق ده علم له أئمة مختصون به وله مصنفات خاصة يعني النظم هنا اختصر القضية في بيت ولكن هذا البيت لكي تتفهمه على الحقيقة لابد تكون عندك مكتبة كاملة في هذا العلم تكلم فيه علماء كبار وألفوا فيه المصنفات العظيمة إيه المتفق المفترق دوت زي اللي احنا بنلاقيه عندنا في السجل المدني انت عارف في السجل المدني أو انت داخل المطار ولا خارج من المطار دخل جواز السفر على الكمبيوتر وليلا يقعي اسمك مطابق لاسم رجل آخر وقد يكون إرهابي ولا حاك يحدث لك مشكلة صح يقول لك في تشابه أسماء مش يقولوا كده في تشابه إيه أسماء يعني تشابه أسماء يعني اسمك واسم أبيك أو اسمك واسم أبيك وجدك مطابق لاسم رجل آخر واسم أبيه وجده اشكالية كبيرة جدا ممكن تورطك كذلك أيضا في علم الحديث موجود هذا عندنا الرواه كثيرون جدا فقد نجد راويين يتفقان في الاسم واسم الأبي واسم الجد وقد يتفقان في الاسم والكنية أو في الاسم والنسبة وأنت بين يديك إسناد فيه فلان ابن فلان فتحت كتب التراجم وجدت عشرة بهذا الاسم فمن المقصود من هو المذكور فيه الإسناد علم المتفق والمفترق هو الذي يبين لك ذلك ولهذا قال متفق اللفظ الوخط يعني نجد اسمين كل منهما يشترك مع الآخر في الرسم يعني صورة الاسم في الكتابة وفي النطق يعني حتى ما فيش تغيير من أي واجه من الإيه قالوا الاسم هو الاسم ولكن الشخص غير الشخص ده منسمي علم المتفق والإيه زي إيه عندنا أنس ابن مالك كلنا نعرف سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه صح ولا لأ آه عندنا في الرواة خمسة كل منهم يسمى إيه أنس ابن مالك فأنت النهار لما تلاقي في الإسناد أنس ابن مالك وتفتح كتب الرجال يقولك أنس ابن مالك ابن فلان وأنس ابن مالك ابن فلان وأنس ابن مالك طب يروي عن فلان أو يروي عنه فلان فهو أنس ابن مالك الفلان ويميزون ذلك تمييزا واضحا جدا في كتب المتفق والمفترق حتى لا تشتبه عليك أسماء الرواة ويكون هناك تشبه تشبه في الأسماء ويعمل مشكلة واضح يعني حتى في الصحابة عندنا اثنين أنس ابن مالك احنا عارفين أنس ابن مالك الأنصاري اللي هو خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا نعرفه وهو الذي يكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هناك صحابي أيضا آخر اسمه أيضا أنس ابن مالك ولكن هذا الصحابي الآخر اسمه أنس ابن مالك الكعبي واضح وليس له عن رسول الله إلا حديث واحد خلصت لما يجدك الحديث ده يبقى ده بتعمين الكعبي غيره من الأحاديث التي يروي أنس ابن مالك فهو أنس ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التابعين أنس ابن مالك أنت تعرفون إمام مالك بن أنس جده اسمه مالك يبقى أبوه اسمه أنس ابن مالك واضح الكلام وأبوه تابعي يبقى عندنا والد الإمام مالك بن أنس اسمه أنس ابن مالك وهده أحد الخمسة المذكورين الذين أشرنا إليهم مفهوم هذا الكلام فدول إيه دولة رواه اشتركوا في الإسم واسم الأبي وقد يشتركان أيضا في في اسم الجد علم المتفق والمفترق هو الذي يميز لك هؤلاء الرواه من هم حيث يريدون في الأسانيد نوع آخر هو أدق من الأول وكل علوم الحديث دقيقة وهو يسمى بعلم المؤتلف والمختلف الأولين يسمونه المتفق والمفترق علم المتفق والمفترق يتناول ماذا يتناول رواه يشتركون في الإسم من حيث الرسم أي الكتابة ومن حيث النطق فهذا أنس وهذا أنس في اختلاف في الرسم أو النطق ابن مالك في اختلاف في النطق أو في الرسم في الكتابة يشتبهان وفي النطق أيضا يشتبهان لكن المؤتلف والمختلف مش كده تعالوا نشوف بيقول مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط المؤتلف والمختلف يتناول رواه يتناول رواه يشتبهون في الرسم يعني في الكتابة النطق زي إيه؟ زي عندنا أنس صح ولا لأ؟ وعندنا أتش في راوي اسمه أتش معي؟ من صنعاء من اليمن طبعا الزمان ما كانش بيكتبه أغلب كتاباتي مكتبات خالية عن النقط والتشكيل واضح؟ فلما تيه أنس وآتش الرسم واحد ولا مش واحد فاللي ما يعرفش الفرق من أنس وآتش هيخلي الكل إيه؟ أنس ويقولك كله عند العرب صبون مش كده ولا إيه؟ فيقع في الخلط والغلط ولذلك يقع في التصحيف والتحريف ولذلك عندنا كتب مؤلفة اسمها كتب التصحيف والتحريف كل التصحيفات والتحريفات التي أخطأ فيها الرواه في الأسانيد أو في المتون العلماء بيّنوها ووضحوها انظر كيف حافظوا الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قضية ولو جزئية من تمثل أحاديث والروايات إلا وقد أتى عليها العلماء عليهم ورحمة الله بالبيان والتوضيح والشرح فهنا أنس وهنا أتش فيجوا علماء يقولون فالأنس إذا وجدت هذا الرسم فانظر في شيخه وفي الرواي عنه أو انظر إلى بلده أو انظر إلى الزمان والطبقة التي وجد فيها لذا عرف هل هو أنس أم هو إيه؟ أتش عندنا أحمد كتير كتير أحمد لكن عندنا أجمد في رواي اسمه أجمد أبو سمك كتير هنعمل إيه بقى؟ اسمه أجمد الرسم هو الرسم لكن النطق يختلف عندنا عبيدة صح؟ وعندنا عبيدة زي عبيدة السلماني عندنا إيه؟ عبيدة وعبيدة ده راوي وده راوي فيه راوي بالفتح وفيه راوي بالضم يبقى لازم أميس ما ينفعش أخلط في مثل هذه الأشياء وإلا أصير أضحوك يعني واحد لا يستطيع أن يذكر أسماء الرواة وأسماء العلماء على الوجه الصواب هذا يكون إيه؟ دليل على أنه لم يفتح كتابا ولم يقرأ كتابا ولم يسمع عن هذا العلم بالمرة واضح؟ إذن عندنا إيه؟ عبيدة وعندنا إيه؟ عبيدة معي وعندنا أيضا حبان وحيان وحنان كل دي أسماء رواة عندنا إيه؟ حبان وحيان وحنان في الرسم واحد في النطق مختلف فاهم الكلام دوت؟ وعندنا في الأنساب أيضا عندنا مثلا الشيباني والسيناني الشيباني والسيناني وعندنا الشامي والسامي هذا بالشين وهذا؟ بالسين وعندنا المصري وعندنا البصري في الشكل البيه ديت لو بعض الرواة ممكن يغلط البيه يجعلها إيه؟ يجعلها ميم أو الميم يجعلها إيه؟ باق لو السنة بتاعة الباق كبرت شوية هتبقى ميم صح؟ لو الميم صغرت شوية هتبقى إيه؟ باق واضح هذا الكلام عندنا المخرمي وعندنا المخرمي شفت شفت الأنساب إيه؟ أيضا يقع فيها لإيه؟ الخلط واضح هذا الكلام فالعلماء تناولوا هذه الأشياء كلها وبينوها بيانا واضحا مفصلا في كتب أفردوها لذلك من أفضالها طبعا كتاب الإكمال ابن مكولة كتاب موسوعة علمية كل الأسماء هذه بيانوها عليهم رحمة الله تعالى ده اسم العلم المؤتلف والإيه؟ يبقى المتفخ والمفترق الرواية يشتركون في الرسم أسماءهم تشترك في الرسم والنطق أما المؤتلف والمختلف فيشتركون في الرسم دون النطق طيب قال والمنكر الفرد راوين به غدا والمنكر الفرد به راوين غدا تعديله لا يحمل التفردة بتكلم هنا عن الحديث المنكر يقول إن الحديث المنكر هو الذي رواه راوين حاله وعدالته وضبطه وحفظه لا يحتمل منه أن يأتي بمثل هذا المنكر يعني راوي ضعيف هل يحتمل منه التفرد بحديث لا فيكون منكر إذن نفهم من هذا أن الحديث الذي يرويه الراوي الضعيف متفردا به يعني لا يوافقه عليه أحد لا يتابعه عليه أحد ليس له متابع ولا له شاهد شاهد يعني إيه حديث آخر يدل على مثل معنى الحديث الذي رواه لا وجدنا أحدا واثقه على روايته ولا وجدنا حديثا آخر يوافق الحديث الذي جاء به فنقول هنا هذا الحديث الذي رواه ذلك الراوي حديث إيه منكر واضح هذا الكلام يبقى هنا الإمام يرى أن المنكر هو الحديث الذي يتفرد به الراوي الضعيف معايا طبعا إذا خالف فأشد في النكار مش حنا قلنا قبل كده أن الأخطاء في الروايات يستدل عليها إما بالتفرد الذي لا يعتبل أو بالاختلاف بين الرواه معايا فطبعا لو ثقة خالف الأوسق أو الأشهر أو الأكثر عددا بنحكم على حديثي بأنه إيه شاز مش قلنا الكلام ده لكن الضعيف حاله أصلا لا تسمح له بالتفرد فمجرد تفرد يعده إيه منكرا صحي الكلام فكيف إذا خالف يعني مجرد أن يتفرد لا وافقه أحد ولا خالفه إيه أحد يكون حديثه منكرا فإذا انضاف إلى تفرده أن يخالفه غيره فهذا يكون أشد في الإيه في النكارة وأضح هذا الكلام ثم أتكلم عن نوع آخر وهو الحديث المتروك قال متروكه ما واحد به انفارد وأجمع لضعفه فهو كرد يعني فهو كرد أي كالمردود قال إيه باب إطلاق المصدر على اسم المفعول معي كقول النبي عليه الصلاة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على وجه صاحبه فهنا يتكلم عن الحديث المتروك بيقول أن الحديث المتروك هو الذي انفرد به راون إيه ها قال إيه كلم أجمعوا لضعفهم إذن الضعف مراتب الراوي الذي هو ضعيف حتى وإن كان فيه خلاف ضعفي لكن ترجح لدى العلماء أنه ضعيف إن تفرد في حديثه إيه منكر أما إذا كان متوغلا في الضعف غارقا في الضعف اتفق العلماء على ضعفه ولم يختلفوا فيه فهذا يقال في حديثه إيه متروك إذن نفهم من كده أن كل متروك منكر وليس كل منكر إيه متروك بحسب التقسيمات التي رأيها المؤلف لكن العلماء عليهم رحمة الله تعالى عندهم ليونة في التعامل مع المصطلحات عندهم إيه ليونة ما عندهمش إيه ما عندهمش الجفاء مع التعامل مع المصطلح بمعنى أن الحديث المنكر والحديث المتروك بل وشاز أيضا هي الحديث التي ترجح لدى العلماء أنها إيه أخطاء كيفية إثبت هذا الخطأ قد تختلف من حديث إلى حديث لكن ما دام أنه ترجح لدينا أنه خطأ أو ثبت لدينا أنه خطأ فإن شئ تسميه شاذا وإن شئ تسميه متروكا وإن شئ تسميه منكرا في النهاية أنه من قسم إيه المردود المتوغل في الضعف الذي لا يحتج به ولا يستشهد به ولذلك الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصعيح يقول إيه وعلامة المنكر بتكلم عن إيه عن العلامة التي يستدل بها على كون الحديث منكرا معين أي السبيل التي بها نعرف أن الحديث من قبيل الحديث المنكرا أي المردود الأخطاء قال إيه وعلامة المنكر وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم إذن المنكر يستدل عليه بالإيه بالمخالف أو لم تكد توافقها إيبه هنا أيضا يستدل عليه بعدم الموافقة اللي هو التفرط لأن فرقه بين الاختلاف وبين عدم الموافقة ودي مهمة جد ليس معنى عدم الموافقة الاختلاف ولا معنى الاختلاف عدم لإيه الروي إذا رواح حديثا لا وافقه أحد ولا خالفه أحد فهل هذا مخالف لأحد هل هذا يعد اختلافا لم يخالفه أحد لكنه تفرد فلم يوافق والراوي إذا لم يكن حافظا كبيرا أهلا للتفرد لا يقبل منه الحديث إذا ما تفرد به لمدة أن يوافق فعدم موافقة غيره له دليل على خطأه في الرواية نقول تاني فرق بين الاختلاف وعدم الموافقة فلما نقول إن فلان لم يخالف هل معنى ذلك أنه وفق هل معنى ذلك أن هناك من وافقه لا وليس كل الرواة يحتمل منهم التفرد لأن عدم الموافقة وعدم الاختلاف معنى أنه تفرد جاء بشيء لم يأتي به غيره لم يتابعه عليه أحد وكما لم يخالفه عليه أحد فهذا التفرد هل يقبل من كل أحد لا ليس كل راو يقبل منه التفرد سفيان السوري سفيان ابن عيين أمثل هؤلاء الألم الفطاحي هؤلاء إذا جاءوا بالحديث متفردين به فعلى العين والرأس لكن راودون هؤلاء وقد جرب عليه الخطأ في كثير من الروايات واضح هذا الكلام فإن تفرد بشيء لم يوافقه عليه أحد كما لم يخالفه فيه أحد نقول هذا تفرد فمعنى أنه تفرد أنه لم يوافق واضح فهنا لا يحتمل منه ذلك التفرد وبعض العلماء يسمي ذلك منكر وبعضهم يسميه شاذا وهذا اختلاف اللفظ فكله يقول إلى كونه مردودا عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى ولذلك إبا المسلم يقول وعلامة المنكر إذن هو يتكلم عن المنكر للحديث وعلامة المنكر في حديث محدث إذا ما أردت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها إذن حصل اختلاف أو حصل تفرد وهو ليس أهلا للإيه التفرد واضح دي العلامة فهنا ذكر في المنكر أنه الإيه أن يتفرد الروي وهو ليس أهلا للتفرد صحي الكلام ثم قال فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك يعني الروي مش غلط مرة ولا ثلاثة دا دايما بيعمل الكلام دوت فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان أي الروي مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله يعني متروك الروي نفسه إيه؟ ولهذا نقول إيه؟ إن وصف الحديث بالمتروك قليل إنما أغلب ما يأتي رفظ المتروك وصفا للروي لا وصفا للإيه؟ للرواية تجد في كتب الرجال يقول فلان متروك الحديث فلان تركه الناس تركه فلان معي فإذا كلمة متروك أكثر ما تطلق على الروي من إطلاقها على الرواية وإذا نخلص من هذا أن هذا المنكر إذا جاء من راوي وقد وجدنا هذا الراوي كثيرا ما يأتي بتلك المناكيد فهذا الراوي نفسه يحكم بكونه إيه؟ متروك الحديث مفهوم هذا الكلام؟ ثم انتقل إلى الحديث الموضوع فقال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع الحديث الموضوع أي المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني إيه مكذوب؟ الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع خلي بالك الكذب هو الإيه؟ الإخبار بخلاف الواقع أن تخبر بشيء مخالف للحقيقة ولذلك يقول أبو العتاهية والصدق ما كانت له حقيقة والكذب بعكسه فالكذب هو أن تخبر بشيء خلاف الحقيقة واضح؟ بصرف النظر أوقع ذلك الإخبار منك عن تعمد أو عن غير تعمد يعني إذا تعمدت أن تخبر بخلاف الحقيقة فهذا كذب أم لا؟ وتأثم لأنك وقعت في أمر منهي عنه بل هو من أكبر الكبير وهو الكذب صحي الكلام؟ لكن إذا أخبرت بخلاف الحقيقة عن غير قصد خطأ منك هل عدم قصدك يجعل الخبر ليس كذبا؟ هو كذب أيضا لأنك أخبرت بما لم يقع أو بما وقع خلافه فأنت أخبرت بالكذب لكنك لا تأثم إذن قضية النية مرتبطة بإيه؟ بعلاقة العبد بربي لكننا لا يشغلنا النية نحن لا نتعامل مع نية الراوي إنما نتعامل مع ما رواه بالفعل هل ما رواه مطابق للواقع فيكون صدقا؟ أم مخالف للواقع فيكون إيه؟ كذبا أما أنه قصد أن يفعل ذلك أو لم يقصد قضية ما تشغلناش دي علاقة بين العبد وإيه؟ ورب ولذلك علماء الحديث قد يحكمون على الحديث بأنه كذب وبأنه موضوع مع اعتقادي بأن الراوي لم يقصد ذلك ولم يتعمده ما معنى ذلك؟ يقولون إن الراوي شبها عليه أدخل عليه الحديث أخطأ عن غير قصد لكنه في النهاية قال به الأمر إلى أنه أخبر بخلاف الإيه؟ الواقع زي بالظبط كده القتل العمد والقتل غير العمد لو واحد قتل عمدا فهذا قاتل ولا مش قاتل؟ طب قتل عن غير عمد ألي كونه لم يقصد لا يسمى قتلا؟ هو قاتل فالوصف مرتبط به حتى وإن لم يقصد إلى ذلك لأن في النهاية الرجل مات النهاية واحدة إن تعمد قتله فقد مات الرجل وإن لم يتعمد قتله فهو أيضا قد مات فالنتيجة إيه؟ واحدة كذلك أيضا في الحديث إن تعمد الكذب فقد أخبر بخلاف الواقع وإن لم يتعمد فقد أخبر أيضا بخلاف الواقع فالنتيجة واحدة هذا ليس حديثا عن رسول الله وهذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلازم يكون عندنا فهم لهذه القضية لأن بعض الناس لا يحكم على الحديث بأنه موضوع إلا إذا تأكد أن الراوي ممن يتعمد الكذب لا مش بالضرورة زي إيه؟ طبعا إذا الكذاب روى الحديثة متفردا به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فنحن نجزب بأنه إيه؟ موضوع خلي بالك قلنا إيه؟ إذا الكذاب روى الحديثة إيه؟ متفردا به لكن لو الكذاب روى ما روىه الثقاط حيبا كذاب؟ مش حيبا كذاب؟ قد يكون كاذبا في الدعاء أن هذا الحديث من أحاديثه اللي احنا سماء بكذا إيه؟ بالسارق الذي يدعي سماء عمالا يسمع لكنه لم يختلق متنا ولم يركب إسنادا إنما ادعى أنه سمع عمالا يسمعه فقط فهذا كاذب أيضا ولكن جاذب في جزء من الرواية في كونه سمع وهو لم؟ لكن هل هو كذب على رسول الله؟ لا واضح وده يدخل تحت باب إيه؟ صدقك وهو كذوب هذا جاء وصف لمن؟ للشيطان فالرسول عليه السلام أخبر أبا هريرة في قصة آية الكرسي أنه صدق كهذه المرة وإن كان الشيطان من شأنه وعادته وديدنه الإيه؟ الكاذب لكن هذه المرة إيه؟ فإذا وجدت الكاذب أخبر بما رواه السقاط فنقول هذه المرة صدق في إخباره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن طبعا هذا الصدق لا ينفعه لأن العمد على رواية من؟ السقاط لا على رواية الكذابين لكن إذا تفرد بالحديث ولم نجد للحديث ما يؤيده في روايات السقاط فنحن نجزم بأنه حديث موضوعه فإذا وجدنا ما رواه مخالف لما رواه السقاط مخالف للقرآن مخالف للحديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لإجماع الأمة مخالف لمكتضيات العقل مخالف لما استفيد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا نقطع قطعا جازما بأن ذلك كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهم هذا الكلام؟ لكن قد يقع الكذب أيضا عن غير قصد زي قصة موسى ابن ثابت الزاهد ده رجل زاهد حتى نحن نقوله إيه؟ هل الزاهد يكذب؟ هل الزاهد يتعمد الكذب؟ لا ولكنه من زهده مع زهده لم يكن من أحلاس الحديث يعني من فطاح الحديث ولا من طلبة الحديث ولا من علماء الحديث ومثل هذا قد تدخل عليه الحديث بحسن نية بحسن إيه؟ يحكونا قصة أن موسى ابن الزاهد الزاهد دخل كان جالسا في مجلس شريك ابن عبد الله القاضي النخعي فشريك روى حديثا كان يرويه في المجلس حديث منها حديث يرويه شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هرير فذكر حديثا فلما أن انتهى سيدنا شريك من هذا الإسناد ووقف عند أبي هرير عن رسول الله عليه الصلاة انتظر حتى يكتب الناس لم يذكر متنة الحديث وهو ينتظر لمح في المجلس موسى بن ثابت الزاهد وعليه نور العبادة ما هو زاهد بقى قيام الليل فنظر إليه مخاطبا إياه فقال له إيه؟ من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار يريد أن يمدحه فمن زهد موسى بن ثابت الزاهد وما تصورش أن حد يمدحه ما هو ده الدليل على إيه؟ أنه زاهد تصور أن هذا هو الحديث الذي يرويه شريك بالإسناد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فخرج من المجلس وقال حدثنا شريك عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة قال من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار فهل هذا حديث رسول الله؟ أم هو كلام شريك القاضي مخاطما به موسى بن ثابت الزاهد لكنه غلط وتوهم أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يرويه وصار بعد ذلك حديثا يروى في الكتب ولكن العلماء يقولون هذا خطأ ويحكونا هذه القصة في بيان خطأ هذا الحديث فهذا الحديث موضوع ومش موضوع لكنه عن عمد أم عن غير عمد عن غير عمد إذن الموضوع هو الكذب الذي لا يطابق الحقيقة وهذا الحديث غير مطابق للحقيقة لأنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقع عن قصد من الراوي وإنما عن خطأ غير مقصود وهذا يدخل في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل طب إزاي أبو السنابل هو صحابي جليل يصفوه النبي عليه الصلاة بأنه كذب وزي كذب أبو الدرداء وذي قال ابن عباس كذب أبو محمد الكذب هنا بمعنى الخطأ وإذا فتحت كتب اللغة تعرف أن هذه الكلمة الكذب يعني في اللغة وفي الاستلحة أيضا تطلق بمعنى الخطأ هي مش تطلق بمعنى الخطأ تحديدا إنما تطلق بمعنى الإخبار بخلاف الواقع بصرف النظر عن تعمد أو عن غير فكل خبر كان مخالفا للواقع فهو يسمى كذبا بصرف النظر عن قصد صاحبه هل قصد الإخبار بخلاف الواقع أم لم يقصد إلى ذلك مفهوم هذا الكلام فده كله يسمى حديث موضوع الحمد لله أتينا على آخر المنظومة واختتمها المؤلف بقوله وقد أتت أي المنظومة كالجوهر المكنوني سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت والحمد لله رب العالمين وندعم ما تبقى من وقت الحلقة لمن أراد أن يسأل أزاكم الله عنا خيرا ونفع الله بكم وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أليس يشترد في المنكر أن يخالف الضعيف ولا يكفي مجرد تفرده أخونا أليس يشترد في المنكر أن يكون الروم مخالفا للثقة أو للصدوق لا أن يتفرد فقط نحن قلنا أن العلماء يستدلون على خطأ الرواية بإيه بأدلة فتارة يستدلون على خطأ الرواية بكون الراوي خالف فيها من هو أحفظ منه أو من هو أوثق منه أو منهم أكثر عددا منه ماشي الكلام وتارة يستدلون على خطأ الرواية بأن الراوي تفرد بالرواية نعم لم يوافق ولم يخالف لكنه تفرد وهو ليس أهلا للإيه للتفرد أنت فاهم يعني إيه ليس أهلا للتفرد هقول لك أنا حتى لما تيجي مثلا واحد معروف عنه أنه مثلا مليونير كبير فعندما يركب سيارة فارهة أمر طبيعي أمر لا يستبعد أمر منطقي صح ولا لأ لكن لما تلاقي واحد أصلا يعمل موظف في مصلحة حكومية ثم تفاجأ أنه يركب سيارة فارهة يبدأ تقول إيه هذا أمر غير محتمل من أين لك هذا أكيد من الرشاوة هجيبها من إنديجة هو ده عدم الاحتمال الفهم المعنى الاحتمال كذلك أيضا عندنا في الرواة راوي ضعيف الحفظ كونه يأتي بشيء لا يعرفه الحفاظ الكبار أمر يحتمل هنقوله من أين لك هذا راوي لم يتوسع في طلب العلم ولم يكسر من سماع الحديث يا ده حضر له مجلسين ثلاثة طول حياته فمثل هذا هيتصور منه أو يحتمل منه أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره صعب جدا أمر بعيد المنال واحد لا يعرف بأنه جالس الشيخ الفلاني ولا كان من تلمزته المختصين به ولا من المعتنين بحديثه ورواياته ولا بعلمه ثم نجده يأتي بأشياء عن هذا العالم أو عن هذا الإمام أو عن هذا الشيخ لا يعرفها المختصون بعلم هذا العالم والمشتغلون به والمعتنون به والملازمون له ليلة نهار صباحا مساء هل هذا أمر يحتمل؟ إذن العلماء هنا إيه؟ قضية الاحتمال دي ترجع إلى معرفتهم بحال الراوي وحال من روى عنه وحال الرواية التي رواها هنا هذه كلها أخطاء فطرق إثبات الأخطاء متنوعة لكن في النهاية نتيجة واحدة وهي إيه؟ أنه خطأ معي لكن تأتي عبارات العلماء في التعبير عن هذا الخطأ قد يرى بعض العلماء أن الخطأ الذي نستدل عليه بالتفرد نسميه باسم معين والخطأ المستدل عليه بالاختلاف نسميه باسم آخر فهذا اختلاف في التسمية لكن في النهاية الحكم كله مردود كله إيه؟ لأن النتيجة أن هذا خطأ فبعض العلماء مثلا يقولون الحديث الشاز ما يرويه ثقة مخالفا للأوثق أو للأكثر عدد معايا؟ أما إذا كان الثقة مخالفا للأوثق فلا نسميه منكر نسميه إيه؟ شاز عالم آخر يقول لا ما المانع أن نسميه ذلك أيضا منكرا فيطلق المنكر على ما أخطأ فيه الثقة بعضهم يقول الثقة إذا تفرد لا نحكم بشزوز روايتي وبعضهم يقول لا الثقة مراتب بأنواع فمنهم يحتمل منه التفرد ومنهم من لا يحتمل منه التفرد فإذا كان الثقة ليس أهلا للتفرد لأنه ليس معنى أنه ثقة أن يعرف كل حاجة فإذا كان إذا روا ما لا يحتمل من مثله فحينئذ نقول هذا شاز وهذا منكر بعضهم يقول الخطأ المستدل عليه بالتفرد نسميه شازا ومنكرا والخطأ المستدل عليه بالاختلاف نسميه معلولا وبعضهم يقول لا كل هذا يسمى شازا وكله يسمى منكرا وكله يسمى معلولا إذن هذه اختلافات في الايه في التسمية لكن في النتيجة كلهم يعتقدون أن ذلك خطأ وأنه من قسم المردود وأنه لا يحتج به واختلاف التسمية لا يؤثر لأنه راجع إلى جانب إصطلاحي والقاعدة عندنا تقول لا مشاحة في الايه في الاستلاح أي لا يعيب أحد على أحد في استلاحه لنفسه مادم بير استلاحه أو استعمله غيره من أهل العن مفهوم هذا الكلام؟ في سؤال آخر فضل مولانا أرزاكم الله خير ونحسنا عليكم شيخنا إذا كان الاضطراب هو الاختلاف والمقلوب أيضا يعرف بالاختلاف وخذلك الشاد أيضا يعرف بالاختلاف فكيف يتم التفرق بينهما؟ سؤال جميل جدا سؤال جميل جدا عشان أشرح لك السؤال ده ده أعايز كلام طويل أنا هحاول أختصره بس أرجو من الله أن أوفق إلى توضيح هذه المسألة عندما نتكلم عن علم عيلة للأحاديث نحن ذكرنا سابقا أننا نتكلم عن علم كبير علم كبير وهذا العلم يندرج تحته أبواب يدخل تحته الشاز يدخل تحته المنكر والموضوع والمقلوب والمدرج والمضطرب والتصحيف والتحريف إلى غير ذلك من الأنواع طيب كيف نفهم هذه الأنواع في ضوء دخولها تحت هذا الباب العظيم؟ عشان تفهم المسألة ديت كما أن الأحاديث تعتريها العلل كذلك الأبدان والأجسام تعتريها العلل عشان تفهم العلل في الروايات حاول تجد لها شبها في العلل التي تعتري الأبدان هتفهم على طول إزاي؟ أنا النهاردة شعرت بارتفاع في درجة الحرارة شعرت بارتفاع في درجة الحرارة صح؟ فارتفاع درجة الحرارة هل هو المرض؟ أم علامة على المرض؟ ده اللي بيسمونه عرض مش كده أقوله إيه؟ إذن ارتفاع درجة الحرارة مش هو المرض ما حدش بيقولك أنت عندك إيه تقوله عند ارتفاع في درجة الحرارة؟ مش جواب هذا إنما ارتفاع ودرجة الحرارة دوت دليل أن البدن مصاب بعلة بمرض الله هو أعلم بتروح للطبيب بتقولي يا دكتور أنا حس بارتفاع في درجة الحرارة؟ طيب ارتفاع درجة الحرارة علامة على خمسين مرض صح؟ لا أمراض كثيرة جداً من أعراضها ارتفاع درجة الحرارة فالدكتور يبحث بقى في أعراض أخرى عشان يشخص المرض فيقولك مثلاً بعد ما يكشف عليك أنت عندك المرض الفلية نسأل الله أن يعافينا جميعاً من الأمراض مثلاً عندك الكبد الوبائي عندك كذا نسأل الله أن يعافينا جميعاً يبقى المرض هو إيه؟ إيه؟ المرض مش العرض العرض ده علامة على الإيه؟ لكن المرض نفسه اللي هو إيه؟ اللي هو ذكره الطبيب باسمه المعروف عنده أهل الطب مثلاً كبد وبيع أو نحو ذلك طيب الدكتور يسأل كلك أنت أكلت النهار ده فين؟ أكلت في محل من المحلات اللي هي بتاعة اللحوم الفاسدة؟ تقول له آه يا دكتور ده أنا النهار ده كنت تجعان وكنت مع صحابي فأقى لقينا عربية عربية كفتة وعربية مخ وكده ورحنا واكلين آه هي السبب ده يبقى الدكتور هنا إيه؟ شخص لك المرض وإيه؟ وذكر لك سبب إيه؟ المرض يبقى إحنا بين ثلاث عناصر العنصر الأول العلامة على المرض وهو اللي نسميه إيه؟ العرض العنصر الثاني اللي هو إيه؟ المرض نفسه العنصر الثالث إيه؟ أسباب الأمراض تعالى في الحديث عندنا راوي روا حديثاً يأتي العالم يقول الحديث دوت في غلط في إيه؟ غلط إيه هو؟ معرفش أنا مش عارف إيه الغلط ده لكن في غلط إزاي؟ أيها لأن الراوي ده هو التفرد والراوي ده ليس أهلاً التفرد فتفرد مثل هذا علامة على أن غلطاً وقع في الرواية يبقى التفرد ده إيه؟ علامة مش هو العلا نفسه ده علامة على أن في إيه؟ عل مش كده ولا إيه؟ الراوي دوت روا حديث بس الحديث دوت مخالف لما رواه فلان وفلان 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 فهذا الاختلاف يجعلك تستشعر بأن خطأ وقع في تلك الرواية فالاختلاف علامة على أن هناك خطأ وإن لم تهتدي بعد إلى الإيه؟ الخطأ مش كده ولا إيه؟ إذن علامة خطأ الراوي في الرواية أي علامة العلة في الرواية إما أن تكون تفرد من رواي وهو ليس أهلاً للتفرد وإما أن يكون هذا الراوي خالف في روايته الثقات الحفاظ يبدأ كله علامة على الإيه؟ على الإيه؟ على الإيه؟ على العلة التي اعترت الرواية يأتي بالعالم الكبير المتخصص المتوسع في العلم يقول لك هذا الحديث وقع فيه إدراج وقع فيه قلب قلب يعني إيه؟ أبدل راوي؟ براوي أبدل إسناد به؟ إسناد أبدل كلمة به؟ كلمة أبدل جملة به؟ جملة قدم أو أخر فيه؟ مش قلناك كلام ده قبل كده؟ يجري العلم يقول لك إيه؟ الراوي أيوة فيه خطأ فعلاً والخطأ ده يندرج تحت نوع إيه؟ القلب لأن الراوي الذي روى هذه الرواية وقد أخطأ فيها إنما كان خطأه من قبيل القلب في إيه؟ الروايات يبقى المرض الذي اعترى الرواية هو إيه؟ القلب مرضي القلب يعني الذي يعترى البدن لكن هذا من باب يعني إيه؟ الاشتراك اللفظي واحداً يقول لك آه الحديث ده غلط فعلاً هو مدرج هو إيه؟ مدرج يعني إيه مدرج؟ يعني كلام الصحابة جعله من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام التابعي جعله من جملة كلام الصحابة أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا خطأ أين عم خطأ؟ ولكن هذا العالم المحرير بيّن لك نوع الخطأ الذي وقع في تلك الرواية وأنه من قبل الإدراج في الروايات يبقى عرفنا علامات الخطأ في الروايات وعرفنا أنواع الخطأ في الإيه ييجي بقى العالم الكبير يقول لك الروض غلط لأنه اعتمد على حفظه فخانه حفظه فخانه حفظه يبقى السبب المرض إيه؟ السبب العلة إيه؟ الاعتماد على الزاكرة الاعتماد على الإيه؟ أو أن هذا الروي خطأ أخطأ لأنه روى الحديث بالمعنى ولم يرويه بالألفاظ التي تحملها وسمعها من شيخي فلما روى الحديث بالمعنى الذي فهمه وهو لم يحسن فهم الحديث إذا به يجيء بالحديث بألفاظ غير الألفاظ الحقيقية فأفسد معنى الحديث وغير المرادة منه يبقى من أسباب الخطأ في الحديث والعلة الرواية بالمعنى واحد تاني من أسباب الخطأ في الحديث إنه اعتمد على كتاب يبقى خلاص ما اعتمدش على حفظه لكن الكتاب نفسه فيه تصحيفات وفيه تحريفات وفيه أخطاء وفيه سقطن وفيه إقهام وفيه زيادات وفيه نقصان فلكون رواية كتابه غير متقن وفيه من الأخطاء ما فيه نتج عن ذلك أنه عندما روى أخطأ لأنه يروي من هذا الكتاب الذي فيه تلك الأخطاء إذن من أسباب الخطأ في الروايات أيضاً التصحيف والتحريف يبقى نفهم على طول التقسيمة التفرد والاختلاف قلنا ده علامات الإيه علامات الإيه العل بنسميه شاز ومنكر فإذا وجدت عالم يصف حديث بأنه شاز والحديث نفسه يقول عالم آخر إنه مدرج لا فيه خلاف العالم الذي قال إنه شاز أراد أنه خطأ والعالم الذي قال إنه مدرج أراد أن هذا الخطأ من قبيل الإدراج في الروايات بيّن لك نوع الخطأ الذي قال منكر أصاب لأكونه ذكر أن الحديث وقع فيه خطأ والذي قال إنه مقلوب أصاب أيضا لأنه بيّن لك وجه الخطأ ونوع الخطأ الذي وقع فيه الرواية والذي قال إن هذا من التصحيف والتحريف أصاب أيضا لأنه ذكر الحديثة وذكر السبب الذي من أجله أوقع الراوي في الخطأ في هذه الرواية فنتج عن ذلك قلب أو نتج عن ذلك إدراج إذن هي كلها أقسام يخدم بعضها بعضا وليس بينها أي تعارض فإذا وجدت عالما قال في حديث هذا مدرج ونفس الحديث قال فيه عالم هذا منكر ما تقولش فيه اختلاف بين العلماء لا ما فيهش اختلاف ولا حاجة الذي قال منكر حكم بأن الحديث خطأ ولم يبين نوع الخطأ والذي قال إنه مدرج بيّن لك نوع الخطأ الذي وقع في نفس الحديث فهمنا الفكرة نكتفي بهذا القدر نسأل تعالى أن يبارك لنا في هذا العلم وأن يرزقنا العلم به والعمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه ونشكر أيضا إخواننا القائمين على هذه الدورة جزاهم الله خيرا على أن هيئوا لنا ووفروا لنا هذه الفرصة لكي نعلم إخواننا وأن نتعلم أيضا منهم هذا العلم الشريف نسأل تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا للإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عدد